أكد مصدر حكومي عزم الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لحماية البعثات الدبلوماسية ومقار التحالف الدولي في البلاد بعد قصف صاروخيا استهدف السفرة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد المصدر بيّن أن الإجراءات الجديدة للحكومة ستكون استخبارية وميدانية وستكون هناك عمليات متابعة وملاحقة واعتقال لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال من أي جهة كان وأضف أن السوداني وأوستن اتفقا على ضرورة فرض الحماية للبعثات الدولية والدبلوماسية وملاحقة المسؤولين عن استهداف السفرة الأمريكية في بغداد